موسيقى تشارك أنا بيهاكن مع معلومات جديدة وفقرات متنوعة خلونا دغر نروح لأولى فقراتنا يلي هي جنرال نالج موسيقى بهذه الفقرة كل مرة نروح لمعلومات عامة حتى أنت وانا نستفيد منها بذات الوقت بلش مع أول معلومة معنا يلي هي عن الصوت وبالأخص انعدام الصوت انعدام الصوت بالأخص بالفضاء سببه بيعود لعدم وجود غلاف جوي بالتالي فمعنا هناك وسط بيسمح بانتقال الصوت وبالنسبة للتواصل لرواد الفضاء فبيكون من خلال موجات الراديو وهي الموضوع بسبب إمكانية إرسال واستقبال هذا النوع من الموجات كوكب الزهرة هو الأسخن بين كواكب المجموعة الشمسية معلومة جديدة يلي هي وزن الجسم يلي هو بيكون أخاف على كوكب المريخ بالنسبة لأثار الأقدام يلي بنضل على الأمر لملايين لسنين لأنه ما فيه ولا ريح ولا ميلة حتى تكون عم تخفيهم بالنسبة للشمس وبالأخص كتلة الشمس يلي هي ضخمة كتير تبلغ نسبتها ما بيعادل نحو 330 ألف ضعف كتلة كوكب الأرض منروح للأرض وبالأخص بالأرض بتشرق الشمس وبتغيب مرة واحدة أما بالنسبة للفضل الخارجي يلي بيظهر شروق الشمس وغروبة 16 مرة باليوم الواحد بتشرق وبتغيب كل ساعة ونص باليوم كمانا الواحد منضلنا بالفضل ومنروح لأسبوع الفضل العالمي يلي هو عطلة سنوية بيتم الاحتفال فيها بالفترة من بين 4 إلى 10 تشرين الأول بأكتر من 95 دولة منكمل مع معلوماتنا العام منروح للخيزران يلي بيزداد طوله كل يوم هو ما تم تسجيله بواسطة موصوعة جنس للأرقام القياسية منكمل مع الأرقام الرومانية أو اليونانية يلي بتخلم من الرقم سفر منروح للفيلسوف اليوناني أرستو يلي رفض الاعتراف بالسفر لأنه من المستحيل لإدراجه بالمعادلات الرياضية مثل القصمة والحصول على النتائج منطقية بالنسبة لأله المصاري أو الأموال المصنوعة من القطن والكتان منروح لإذا زاداب الجليد الموجود بالقارة الكتبية الجنوبية بالأخص فمستوى المحيطات والبحار اللي حيرتفع لمعدل سبعين ماتر وهو الأمر يلي يعني أنه ربع اليابسة لحيتغمرها المي منروح لحجم قلب الحوت الأزرق يلي بيساوي حجم سيارة بتتسع خزانات وقود طيارة البوينغ 747 لأكتر من 227 ألف لتر بنسبة للفلفل الحر يلي بيحتوي على أعلى نسبة من الفيتامين سي وبجزيرة دومينيكا لنساء بتتكلم اللغة بتختلف عن لغة لرجال هاو كانوا معلوماتنا بفقرة الجنرال نالج بدنا نروح للفقرة البعض اللي هي سيلابرتيز بيسيلابرتيز كل مرة منتعرف على شخصية وصلية وتشهريت ومنتعرف على كل الإنجازات يلي عملتها والمسيرة يلي قطعت فيها لحتى تكون وسطت للي هي وصلت له هلا اليوم بيسيلابرتيز اللي هنتعرف عن الأعلامة توني خليفة توني خليفة هو أعلام لبناني ولد سنة 1968 ولد بالأخص بلبنان بميروت درس الحقوق لفترة بعدين أكمل دراسته بالعلوم السياسية بلش حياته بالأول كلاعب كرة طائرة بس أصيب إصابة قصره منعته من أنه يكون عم يمارس أي نوع من الرياضة من بعد تزوج وعنده طفل وبنت دخل للمجال الأعلامي بأواخل لثمانينات كصحافة قدم أول برنامج رياضة لقلو على إذاعة بيبلوس من بعد انتقل لإذاعة لبنان الحر حيث دخل هناك اسم الأخبار وتعلم لغة الفصحة وصناعة الخبر درج من بعد ليصير رئيس فترة إخبارية من بعد سنة 1992 انتقل للعمل التلفزيوني بالأخص بالLBC كمراسل واستمر فيها حتى عام 1995 من بعد كمان اشتغل كمذيع نشرة لغاية سنة 1997 من بعد كمان كمذيع وقارئ نشرة الأخبار سنة 1979 قدم كمان برنامج منوعات بيه شهر رمضان وكمان حقق نجاح كبير بهيدا البرنامج كانت هالفترة نقطة تحول لإلو يلي حقق فيها الشهر عربيا من الأخص من بعدها قدم برنامج تاني اسمه انت وحظك وغيره كمان من البرامج سنة 2006 بلش بتقديم العديد من المرامج لصالح قنوات بالإمارات العربية المتحدة مثل قناة نجوم انفينيتي تلفزيون دوباي وضلوا فيها لحد سنة 2014 مع نهاية سنة 2006 غادر الLBC بعد 15 سنة أمضاها بالLBC من بعد ما تلقى عرض من قناة الجديد وستة 2021 كمانا بيرجع للLBC من بعد غياب 13 سنة ليقدم برنامج بعنوان سؤال جريء بالتزامن مع منصة الSBI سنة 2007 قدم برنامج ألعاب ومسابقات بقناة الجديد كمانا ومن بعدها قدم عدد برامج كمانا متنوع منكمل بمسيرته من روح لسنة 2008 يلي بلش بتقديم برنامجه للنشرة على مدة سبع مواسيم سنة 2014 انتقل لمحطة جديدة ليقدم البرنامج الحواري الأسبوعي ومن بعدها رجع كمان لقناة الجديد وأقطل ببرنامجه الجديد يلي هو وحش الشاشة من بعدها برنامج بعنوان العين بالعين منكمل ومنروح لسنة 2021 وبالأخص ب13 يناير يلي أطلق فيها قناته الخاصة يلي هي قناة المشهد من دبي وشغل منصب المدير العام فيها نرجع لسنة 2020 وقت أعلن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي عن اختياره ليكون سفير للسلام والنواية الحسنة تأديراً لمجهوداته السامية بمجال العمل الإعلامي والاجتماعي والإنساني كمان برنامجه غير يلي زكرناه كان كل حلقة عن حلقة كمان عنده عدة برامج منذكر لبعض منه عنا بعنوان هيدا أنا تاكسي الحاز توني خريفة سؤال انتخابي لمن يجرؤ فقط لماذا أجرؤ الكلام وغيرهم وغيرهم كمان كتير من البرامج منذكر كمان عمله بقناة القاهرة وCBC المصرية وبرنامجه الحالي على قناة المشهد بعنوان ستوديو العرب كمان كان له ثلاث تجارب بالتمثيل وشارك بلجنة تحكيم برنامج مذيع العرب وكان أقصى شخص باللجنة سنة 2017 تم تكريم وبيحفل تكريم أفضل إعلامة بالعرب بالمجال الإنساني بالكويت ومنذكر أنه أهم الإذاعات التلفزيونية اللي اشتغل فيها عنا الLBC قناة لبنان 24 الجديد القاهرة والناس تلفزيون دوباي قناة الآن الMTV صوت الغد CBC الأردن اليوم SBI والمشهد حاليا مشاهدين مع هالشخصية اللي أطعد بكل هالمسيرة والإنجازات بتكون انتهت هيدا الفقرة بنروح للفقرة البعضة يلي هي Around the World Around the World كل مرة أنا من الستوديو وأنتم من البيت بنروح على سفرة على بلد معين اليوم سفرتنا على دولة إستونيا دولة إستونيا بتقع بشمال أوروبا اللغة الإستونية هي اللغة الرسمية بها الدولة هي مقسمة ل 15 مقاطعة وتالين هي العاصمة وأكبر مدنها تحتوي إستونيا على حوالي 2.500 جزيرة صغيرة تتميز بشواطئة حلوة من حضراتها الصخرية الكتيرة بالنسبة لمناخة فهو معتدل وبتتخلى له مواسم محددة بنروح لأهم المناطق السياحية يلي عمنا تعليين يلي هي العاصمة أكبر مدنة والعاصمة متل ما ذكرنا بتندرج تحت قائمة التراث العالمي للأونسكو مع الشوارع المرسعة بالحصة والمبانية اللي بتعود للكرون الوسطى بنروح لتاركو اللي هي المعروفة باسم القلب الفكري لإستونيا بسبب جامعتها المرموكة تشتغل تاركو على تعزيز الحياة الحضرية من خلال التكنولوجيا بالإضافة لمنتزه موجود هناك فيها هذا المنتزه تاريخي بالإضافة كمان لمتحف الجامعة للفنون والإضافة كمان لمحلات بيع الكتب ومقاهي المدينة بارنو يلي بتشتهر بثقافة الشواطئ الحلوة وهي العاصمة الصيفية لإستونيا يعد ممشى المدينة الطويل لمكان مثالي للتنزه عند غروب الشمس بالإضافة لمنتزه رانا يلي بدوم ملاعب ومنحوتات وبتستطيف العديد من الفعاليات الثقافية بما فيها مهرجان بارنو المصيء الشهير ومهرجان كمان بارنو السينما منروح للمنتزه الوطني اللي هو أكبر المنتزهات وأجملها بإستونيا ويضم أجرف صخرية عنا غابات كتير عنا منحدرات كمانا بتعود للقرن الثامن عشر عنا بحيرات أنهر شلالات ماي وبالإضافة كمان للضبب والأوس منروح لمتحف جديد يلي هو الفنانين العالميين بشكل منضدم منروح لبرج تالين التليفزيوني يلي هو بيوصل طول هيدا البرج لـ 314 متر يعاد أطول مبنى بالدولة وبيقوم سطح سطحه الخاص بالبرج عنده مكان مميز لرؤية المناطق الحلوة بهيد الدولة بيتضمن كمانا بعض العروض التفاعلية يلي بتفرجينا تاريخ المدينة مشاهدينا مع صفرتنا لليوم بتكون انتهت هيدا الفقرة بدنا نروح مع الفيديو هيدا الفيديو كل مرة بتشوف من خلاله حيل جديد مع حيال الستهدى أبو جودة مرحبا حيل جديد من حيال الستهدى اليوم أنا حبت كتير أحكي عن الخشبة تقطيع يلي نحن نستعملها لحتى نقص اللحمات أو سمك أو نستعملها لنقص عليها خضرة المهم جدا أنه يكون عنا خشبتين للتقطيع بالمطبخ أول خشبة فينا نستعملها لكل أنواع اللحمات وتاني خشبة نستعملها فقط للخضار وتقطيع الفويكة لحتى ما يلقطوا من بعضهم ويصير فيه تسمم بالنسبة لعدم النظافة مشان هيك أهم شغلة بخشبة التقطيع أنه نحن نتنظف عليها نحن بنعرف بوقت المنهرون بقدونيس أو النهرون بصال أو جزر على خشبة التقطيع كله بعلم عليها وإذا استعملنا على خشبة تانية الحماد كمان بدا تعلم عليها من أفضل الطرق لحتى نحن نخافز على نظافة هذه الخشبة أنه نقص حامضة بالنص بهالشكل هيدا ومنحط ملح خشن الملح بشيل كتير من الأوسيق ومن الميكروبيت بساعد كتير على التنظيف ومنجيب هيدا النص حامضة منحطها على الملح الخشن ومنفرب بهالشكل هيدا الملح الخشن بيخلي أنه كل الأوسيق العلقاني بقلب الجروح يلي تسببنا فيها من السكين على الخشبة أنه تنزل لكعبة وتنظف وطهير الخشبة مثل مليزم لنقدر نرجع نستعملها لمرة تانية هيدا أفضل طريقة لحتى نخافز على خشبة التقطيع بشكل نظيف بقلب المطبخ هلأ نحنا من بعد ما نكون نظفنا الخشبة منكب نص الحامضة اللي موجودة عنا فينا نحط مي مغلية مي بقلب ركوة ومننزل الحامضة فيها بالشكل هيدا وفينا نستعمل فانيليا الفانيليا هو البرودوية اللي منستعمله مع الحلويات بيعطي نكهة طيبة وريحة طيبة إذا ما استعملنا الحامض فيه عنا فانيليا فينا نستعمل فانيليا منحط ملعة صغيرة بقلب الماء ومنحطها على الغاز بهالشكل هيدا ومنضوي عليها ومنتركها تغلي لحدود الربع ساعة هيدا الشي بيخلينا نتخلص من كل الروايح الباقي من المطبخ بالمطبخ المعبية من ناتجة من روايح القلي أو الطبخ أو الشوي أو حتى من الدخان الدخان كمان إذا عبه بقلب البيت ريحته بتكون كتير بشعة هيدا طريقة من الطرق لنتخلص من كل الروايح بقلب البيت إنو نستعمل ماء ومنحط حامض بقلب الماء ومنتركها تغلي ومنتركها شي ربع ساعة بتسحب كل الريحة إذا ما عنا خامض فينا نستعمل ينسون ينسون حب فينا نغليون كمان بيعطوا ريحة وبيسحبوها وبيسحبوا الريحة المش حلوة من قلب البيت وفينا نستعمل فانيليا لحدود ملعة كبيرة بقلب الركوة مع ماء على الغاز لحدود الربع ساعة كمان بتسحب كل الرويح غير مستحبة من قلب البيت إن شاء الله يكونوا الحياة لليوم عجبوكم ومنشوفكم بالحلقة المقبلة مع هالفيديو منتكون انتهت حلقتنا لليوم ملتقنا بتجدد الأسبوع الجاي باي باي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر